نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور حمدان الشهري الذي ينضم إلينا من الرياض أكاديمي ومحلل سياسي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور حمدان إذن متحالفون ضد الأرهاب كيف تبعت ما خرج به إلى أي درجة يؤكد على اعتماد دول الخريج على قوتها وأدواتها كمعادلة حاسمة كما فعلت من قبل دون الانتظار لهدية غربية كما وصفت نعم أولا تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم لا شك في ذلك كما ذكرتم الآن وسستمعنا إلى تقريركم كان تقرير مفصل وكان تقرير وافي يشرح طبعا فيها هذه قولة دعوة إلى هذا التحالف ويبين خطورة أنه لابد من تصدي لمثل هذا الداء وهو الإرهاب عندما قال الأمير محمد بن سلمان قال بل خطر الإرهاب تعد فقط قتل الأبرياء كما نعرف وانتشاره بيل أصبح يهدد أقول ديننا وعقيدتنا ويشوه إسلامنا أمام العالم بأكمله إذن كان لابد من مواجهته هذه من جهة وهذا مهم جدا اليوم ونرى مثل هذا الاجتماع التحالف العسكري دائما يكون هناك حلول نقول سياسية إعلامية ثقافية دينية وغيرها لكن عندما يصل إلى التحالف العسكري بمعنى أنه اليوم قد طفح الكيل وأصبح أمام الدول أكثر من 40 دولة إسلامية تريد أن ترسل رسالة أنها مستعدة للحرب على الإرهاب بل ويعني الزج بأبنائها في مواجهة هؤلاء الذين يريدون أن يختطفوا الإسلام ويشوه سمعتها لن يسمحوا بعد اليوم لأن مثل هذه الميليشيات أو هذه التنظيمات الإرهابية وهذه أقول من يستفيد منها وذكرتي الآن في سؤالك وكان هو ملمح مهم جدا عندما قلت أنها لن تسمح للدول الغربية وغيرها فنكن واقعيين هذه الدول لن تنتظر يمكن أن تأتي متأخرة جميل جميل ومع ذلك درجنا على أن عملها لم يكن في الواقع لاجتثاث هذه بالكامل هذه المنظمات وهذه الميليشيات إنما كان هناك انتقائية وكان هناك عمل للمتاجرة أو باستخدام طبعا هذه وموازنات دولية لاستخدامها لمصالحها وليس للقضاء عليه في الواقع اليوم طبعا نحن نقول وكانهم يقولون لابد من نزع شوكنا بأنفسنا ونعرف أين مكان وأماكن الخطر في عجالة أريد أن أقول لك وكأنه اليوم أيضا بالاجتماع هذا نريد أن نقول كان هناك تحالف قبل عربي لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية وكاننا نريد أن نقول نريد أن نسحب مثل هذا على باقي الميليشيات والمنظمات لمواجهتها حتى تنظف ومنه في المقيب حتى بولايتين نقطة ذكرناها بالأول حتى بولايتين باراك أوباما دول خليج عرفت كيف تستخدم قوتها وهي المرة الأولى كانت التي نشهد في هذا التحالف الاستراتيجي كما وصف باعتماد سعودية وحلفائها العرب على أنفسهم بالدرجة الأولى وهذه الاستراتيجية التي يحكى عنها اليوم بعد هذا الاجتماع إلى أي درجة سيكون مختلفا عما قبله خاصة ما نشهده من سياسة ولي العهد السعودي الحاسمة نعم ذكرتين الآن بما قبله طبعا عندما كانت عصفة الحزم هي أول طبعا نقول مواجهة الإرهاب الذي انتشر في منطقتنا وكانت بكل وضوح صريحة وواضحة للرد على مثل هذه المنظمات ومن يقف خلفها اليوم اجتماع التحالف الإسلامي ويسمى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب أي مواجهة الإرهاب الذي أصبح في كل منطقة يعني بعض البلدان هناك جماع أن يكون تقديم العون لمن لا يستطيع مواجهة مثل هذه المنظمات يعني لو لأن دولنا مثل وقفت مع اليمن عندما نادت بمساعدتها لكانت اليمن ذهبت ضحية كما ذهبت بلدان غيرها لبنان العراق وغيرها نقولها بكل صراحة لا بد أن نكون وعين لا بد أن نكون أمام هذه الأخطار ومدركين لها ونتحدث بصراحة هناك دولة وهي إيران لم تكن معهم أو مع هذا التحالف الإسلامي منذ البداية وهي ضد هذا التحالف الإسلامي بمعنى أنها تريد الاستفادة واستغلال هذه الميليشيات المنظمات الإرهابية بما يخدم أهدافها وهل خدمة أهدافها يعني أفت في عضل الدول الإسلامية وتشويه جمعة الإسلام لذلك الرسالة واضحة اليوم بأنه لن نسمح سواء أرادت دول إقليمية أو غيرها باستخدام هذه الميليشيات والاستفادة منها أقول في هذه الصراعات الموجودة في المنطقة حتى بالقائمة الأخيرة التي أصدرتها دول التحالف رباعي يوم الخميس أكدت نهجا بأنه ليس بالضرورة أن تكون قوائم الإرهاب معتمدة حتى من قبل الآخرين هذا يؤكد ما قلته وماذا يعني للغرب نعم نحن ويهمنا اليوم أقولها بكل صراحة قد تختلف مصطلحات الإرهاب لا أعرف كيف بعض الأحيان مثلا ينظر إلى داعش إرهاب وهو إرهابي ونعرفه لكن مثلا مثل ميليشي حزب الله أو لنتحدث عن حوثي وغيره لماذا لا ينظر إليه أنه إرهابي لماذا لأنه ينفذ بعض الأحيان أجندات دولية أو تخدم مصلحتها لذلك اليوم لن نلتفت إلى الأجندات التي تخص أو أمن فقط بلدان معينة ولا تهتم بأمننا نحن نحن مسؤولون اليوم عن أمننا ونحن يجب حماية أمننا بما نرى أين المخاطر هي أن نحددها ثم نتوجه سوية لمواجهتها لذلك عندما ضربت لك المثال في البداية بالحوثي كان مهم جدا أن نعرف أين المخاطر وتقييمها قبل أن ننتظر حتى من الأطراف الأخرى أن تتحرك نحن نتمنى أن تشارك معنا نتمنى أن نواجه الأخطار هذه سوية لأننا نحن متحالفين دوليا معها ولكن لن تنتظرها طبعا لماذا لن ننتظرها لأن هذه بلدانا ونحن مهتمون أكثر منهم بحماية أمننا لن نعمل بما يخدم فقط مصالحهم ومصالحنا يجب أن تأخذ بالحسبان من يريد أن يساعدنا سنساعدهم من لا يريد نحن نستطيع أقول حماية تنفسنا ونستطيع مواجهة مثل هذه الأخطار نعم المملكة العربية السعودية وحلفائها أنا أشكرك جزيلا دكتور حمدان الشهر الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا لك على هذه المشاركة من الرياض